أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الجنة ثلاثا اللهم أسألك الجنة اللهم أسألك الجنة اللهم أسألك الجنة أن الجنة تقول اللهم أدخله إياي وإذا قال اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار قالت النار اللهم أجره مني فتك يا ربي اجعلني نصيبا في يوم عرفة في كل شيء أحببته وتمنيته ربي اجبر قلبي جبرا يليق بعظمتك يا ربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات حين يصبح وسبع مرات حين يمسي كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والأخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات حين يصبح وسبع مرات حين يمسي كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والأخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات حين يصبح وسبع مرات حين يمسي كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والأخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات حين يصبح وسبع مرات حين يمسي كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والأخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات حين يصبح وسبع مرات حين يمسي كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والأخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات حين يصبح وسبع مرات حين يمسي كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والأخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ترجمة نانسي قنقر